موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة موارد الأستاذ مصطفى مع فيديو جديد من الفيديوهات التي تخص نماذج الامتحانات الإقليمية للمستوى السادس هذه المرة مع التربية الإسلامية ونموذج آخر سنقوم بتصحيحه إن شاء الله وتعالى إذن قبل أن نبدأ أرجو مشاركة القناة مع الأصدقاء وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا الإعجاب بالقناة وفي الأخير سأترك لكم في صندوق الوصف رابق لتحميل هذا الامتحان إن شاء الله وتعالى إذن لنبدأ على بركة الله إذن بنسبة الوضعية فهي على الشكل التالي في ليلة من ليالي شهر رمضان رافقت والدك لأداء صلاة العيشة والتراويح بمسجد القرية قبل الصلاة استمعت على لسان أحد الواعظين إلى درس ديني حول معنى الصيام وأحكامه وأركان الإيمان وما تعرض وما بدله الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر دعوة الإسلام منتدلا لأوامر الله تعالى بالصبر والتفاؤل ومعرفة الله واقتداء وعبرة واقتداء وعبرة من قصة الأنبياء والسلف الصالح بعد انتهاء الدرس كنتم لصلاة العيشة وقرأ الإمام ما تيسر من سورتي الملك المصلاة محترما أواعد التجويد إذن إطلاقا من وضع الأعلى وما درسته خلال حصة مادة الترقية إسلامية أجب عن التعليمات الآتية التزكية هناك السؤال الأول أكتب ما قرأ الإمام من سورة الملك إن الذين أخشون إلى وإله النشور ثانيا أربط بسام بين المثال والحكم الجويدي ما ترى يزيده القلقلاء الإيمان ثالثا أربط بسام بين المفردات ومعنها هناك المفردات تباركة ثم شهيقا صوتا منكرا مزعجا ثالثا ما الغاية من خلق الموت والحياة رابعا أعرف الملائك اقتداء استجابة أكتب أول آية قرآنية نزلت عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا أجب بصحة وخطة عما يلي كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم متشددا في دعوة الإسلام في البداية سميت الدعوة للإسلام في بدايتها بالجهرية أبو بكر الصديق هو أول من جمع صلاة التراويح جعل صلاة التراويح جمعية من فوائد صلاة التراويح توحيد صفح المسلمين ثالثا أعرف الصيام وأذكر شروطه وأذكر شروطه بالنسبة للقسط والحكمة السؤال الأول أذكر العبرة المستخلصة من قصة أصحاب الجنة ثانيا أكتب اسم المرأة التي كفلت موسى عليه السلام وآوته ثالثا يقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنع منالية إني أراك وقومك في بقال مبين كذلك نري إبراهيم ملكوت السماء والسورد وليكون من موقنين أتذكر الغاية التي توصل إلى إبراهيم في بحث عن رؤية الله رابعا أضع علامة من قيمة الدينية المستخلصة من قصة السبع المرأة اليأس عدم الرضا بقضاء الله وقدره الرضا والتفاؤل إذن لننتقل إلى الأجوبة إذن بالنسبة للسؤال الأول قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مكفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصلور ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير والذي جعلكم الأرض ذلونا فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق وإليه المكفور ثانيا أربط بسهم بين المثال والحكم الجويدي ما ترى هناك إيمالة يزيدهم هناك القلق على حرف الدال لأنه ساكن يزيدهم وهو من حرف القلق على السؤال الثالث تبارك يعني تعظم شأنه شهيقا يعني صوتا منكرا مزايا ثالثا ما الغاية من خلق الموت والحياة إذن هو يبتلأ واختبار هو يبتلأ واختبار الإنسان في عبادة الله يبلوكم أي يكمو أحسن عملها رابعا أعرف الملائكة الملائكة مخلوقات نورانية خلقها الله من نور تنفذ أوامر الله ولا تعصيه منها ملائكة سلاري والجنة ولها وظائف مختلفة سبب الاقتداء أول آية قرآنية نزلت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة العنق الآية الأولى ثانيا أجيب بصحيح أو خطأ كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تشدد من دعوات الإنسان في البداية خطأ سميز الدعوة للإنسان بدايتها بجهرية خطأ كانت الدعوة في بدايتها سرية أو بكر الصدق هو من هو أول من جعل صلاة التراويح الجماعية صحيح صحيح عفوا هنا خطأ ولكن جواب هو صحيح وليس خطأ من فوائد صلى التراويح تحيص في المسلمين صحيح ثالثا أعرف صيام وذكر شروطه صيام هو الإمساك عن شوات البطن والفرج من طلوع الفجر لغرب الشمس نية تقرب الله تعالى شروط صيام هناك الإسلام والعقل والبلوء والطهر من دم الحيض والنفاس والصحة والإقامة هدية شروط الصيام نسبة للقسط والحكمة أذكر العبرة المستخلصة من قسط الصحاب الجنة حق الفقراء في أموالنا البركة والزيادة بعد كل صدقة يعني أن الصدقة لا تنقص من أموالنا وإنما تزيد فيها الصدقة والزكاة واجبة وليس إكراما يعني هي واجبة علينا اسم المرأة التي كفلت موسى عليه السلام وآواته آسية زوج فرعون يقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرة أتتخذ أصنع منالها إني أراك وقومك في ظالم مبين وكذلك نري إبراهيم ملكه وليكون من الموقنين أتذكر الغاية من التي توصل إليها إبراهيم في بحثه عن رؤية الله الإيمان بالله من خلال الرؤية والتعاون في محطوقاته لا تفكروا في ذات الله سبحانه وتعالى ولكن تفكروا في مخلوقاته إذا أردنا أن نعرف الله تعالى سنعرفه حق المعرفة من خلال المخلوقات رابعا أضع علامة أمام القيمة الدينية مسخلصة من قصة أمام اليأس أعدم الرضا بقضاء الله وقدرها الرضا والتفاؤل إذن الإجابة الصحيحة هي الرضا والتفاؤل إلى هنا نكون قد أنهينا فيديو هذا اليوم وبالنسبة للرابط سأتركه في صندوق الوصف لمن أراد تحميل الامتحان والله ولي التوفيق ترجمة نانسي قنقر